ادانا الاتحاد البرلماني العربي لاعتداء الإرهابية الذي استهدف قوات الأمن قرب منطقة جد حفز والذي أسفر عن استشهاد أحد رجال الشرطة وإصابة آخرين ودعا الاتحاد دول العالم للوقوف إلى جانب مملكة البحرين وتقديم كل الدعم اللازم لمواجهة الإرهاب الذي يستهدف أمن الجميع إذ لا يقيم أي اعتبار للإنسان والقيم الإنسانية كما أعلن الاتحاد البرلماني تضامنه الكامل مع مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا ويشد على أيدي السلطات في كشف المعتدين وتقديمهم إلى العدالة